يسأل يقول لماذا الحج خمس سنوات يا أبا نذير بارك الله فيك لأنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسناده جمع من أهل العلم وهو وارد في السنن وعند البيهق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يعني حديث قدسي إن عبدا صححت له في بدنه ورزقته لا يفد إلي في كل خمس سنوات سنوات إنه لمحروم هذا الحديث تقريبا قريب من هذا المعنى إن عبدا صححت له في بدنه ورزقته لا يفد إلي كل خمس سنوات إنه لمحروم وعلى هذا أخذ العلماء والمجامع على أن الحج يكون كل خمس سنوات بناء على عدد سكان المسلمين في العالم الإسلامي وعددهم الكبير بارك الله فيك